اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جسدك كله يكون نيرا وان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مزلما فان كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون لا يقدر احد ان يخدم سيدين لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر او يلازم الواحد ويحتقر الاخر لا تقدرون ان تخدموا الله والمال لذلك اقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لاكسادكم بما تلبسون اليست الحياة افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم السماوي قوتها الستم انتم بالحري افضل منها ومن منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته زراعا واحدا لماذا تهتمون باللباس تأمله زنابق الحق كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل لكن اقول لكم انه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه فان كان عش بالحقل الذي يوجد اليوم ويتضرح غدا في التنور التنور هو الفرن يعني يلبسه الله هكذا افليس بالحري جدا يلبسكم انتم يا قليل الايمان فلا تهتموا قائدين ماذا نأكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس فان هذه كلها تطلبها الامم لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها ولكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد لان الغد يهتم بما لنفسه يكفي ديوم شره نعمة الله الآن تكون مع جمعنا امين في البداية بهنيكم ببداية الصومة المقدس هذه الايام الغالية في حياتنا كل الايام لها قيمتها وزي ما يمكن اكون شرحت لكم في مرة من المرات ان دايما ايام حياة الانسان واحدة من ثلاث انواع يا ايام دهب يا ايام لبان يا ايام مر بحسب الهدايا اللي قدمها المجووس للسيد المسيح فيه تكسده وميلا ايام الدهب ايام النجاح والصحة والقوة والانجاز والسماوي الروحي في حياة الانسان وايام اللوبان اللي هي ايام الجهاد وايام التعب والعمل والبحث عن لقمة العيش وايضا في الحياة الروحية عرق الصلاة والمطانيات التي نقدم اما ايام المر فهي ايام الديقات وايام الازمات اللي ممكن تصيب الانسان وايام فقد الاحباء وايام الفشل في بعض المشروعات هذه كلها يمكن ان تكون سبب تعب وسبب ألم لفي حياة الانسان الصوم يعتبر بمفهومه الروحي من الايام اللي زي الدهب الايام الغالية علشان كده بنهتم بالايام دي والكنيسة بتعمل منهج محكم ومدقق وتعمله على محطات وتسمي كل اسبوع باسم علشان كأنك ماشي أو بتقيس هذه الايام بالمصدرة لما يجي ايس بالمصدرة لما يجي ايس بالمصدرة لما ييس خمسة سنتي غير عشرة سنتي غير عشرين غير تلاتين فالكنيسة بتهتم جدا بهذه الايام والكنيسة طبعا هي مجموعنا جميعا الاكليروس والشعب في حياتنا الروحية اعتدت وياكم في السنوات الماضية ان احنا نتأمل في اناجيل القدسات وكنا بنختار كل سنة بنختار يوم يكون هذا اليوم متكرر في عبر اسابيع الصوم في سنة 13 اختارنا يوم الاثنين اتنين بتاع كل اسبوع سنة 14 كان يوم التلات سنة 15 كان يوم الأربع سنة 16 كان يوم الخميس سنة 17 كان يوم الجمعة والعام الماضي كان يوم السبت عبر الست سنوات دول والنهاردة نكمل بنعمة ربنا السنة السبعة في يوم الأحد واخترت عنوان يقدر يكون روحي ويتلامس معنا نحن كشعب بنعيش واخترت العنوان ده اسئلة الله للإنسان فكأن الله كل يوم من أيام الصوم بيسألك سؤال واسئلة الله دي مش اسئلة سهلة وبيسأل الله الإنسان من خلال الإنجيل لكي ما يكشف نفسه السؤال دايما بيبقى وسيلة لكي ما يكشف الله نفسية الإنسان يكشف ضميره يكشف قلبه يكشف أخطاءه يكشف نجاحاته يكشف أفكاره وهكذا هذه أسئلة دائما موجهة لك شخصية عيس تسمحها وتجاوب عليها وتعدل من نفسك الموضوع لك مش عايز تسمحها وعندك ودنتين تسمع من هنا واسخرج من هنا الأمر يعود لك أولا وأخيرا لكن ألفت نظرك إلى آخر يوم في الصوم الليلة اللي بنصارها ليلة أبو غلبسيس نسمع فيها وإحنا بنقرأ سفر رؤية العبارة المتكررة كثيرة ما له ما له أذنان للسمع فليسمع يعترى بعض الفترة دي كلها ودنتك بتسمع ولا ما بتسمعش وهنا باب الخطورة أيها الأحباء السؤال بيكشف للإنسان والسؤال بيعرف الإنسان هو ماشي صح ولا غلط بيذاكر روحيا صح ولا غلط بيستغل أيام الصوم كل يوم بالسؤال اللي فيه صح ولا غلط في إنجيل الأحد الأول من الصوم بيحطه قدامنا الأحد الأول ده أولا بنسميه تسميات كتيرة بنسميه الأحد الأول بحسب ترتيبه أو بنسميه أحد الاستعداد أو بنسميه أحد الكنوز ولو اسم كمان جميل اسمه أحد الاختيار تختار كده ولا كده فبيحطه قدامك الاختيار لكن قبل ما بيحط قدامك الموضوع ده هذا الفصل من الإنجيل يتميز بتلت لقات تلتة لا وطبعا زي ما حضراتكم تعرفوا إن الصح السادس ده جزء من العزة على الجبل فجزء من أهم جزء تعليمي في الكتاب المقدس اللاء الأولية يقولك لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض وعايز تاخد بالك إن كلمات المسيح حدة واضحة يعني ما فيهش كده لبس كلمة واضحة لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض يعني المسيح مش بيقول لنا كلامنا بيقول لنا كده على سبيل البلاغة أو على سبيل الكلام الحلو أو على سبيل النصايح الكويسة لا 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 ما يقوله المسيح هو لحياتنا لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض أصفي خطيئة اسمها خطيئة محبة التملك ونسميها في حياة الرهبانية نسميها حب القنية حب القنية خطيئة ليه؟ لأنها بتشغل الإنسان للأرض وتنسيه السم طب كل المقتنات في يوم الأيام هيسب وستصير إلى تراب طب والسماء تروح فين؟ عشان كاب يقوله خد بالك لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض دي في عدد 19 ويقول لنا بقى حيث يفسد السوس والصدق ويعني بقيت التعابير دهيت عشان يقول لنا تفاهت ما هو على الأرض في خطيئة التملك طب نعمل إيه؟ يقول لك أسخد بالك حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا وده أحد مبادئ الصوم أنا لسه ما قلتش السؤال إيه هو؟ أحد مبادئ الصوم حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أظن كلنا بدون السسناء لما يبقى عندك حاجة مهمة وعينها في مكان دايماً بتفكر في المكان مهما يكون المحطة لو كان تحت البلاطة يعني برضو هتفكر في البلاطة دي بالذات يعني شيء مهم إنك تاخد بالك لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض استخدم الأرض وعيش وعيش حياتك وأنت مطمئن نمرأ اتنين في عدد 24 يقول لا يقدر أحد أن يخدم سيدي لا يقدر أحد أن يخدم سيدي مش ممكن واحد فينا حتى في أشغلنا المدنية يبقى له رئيسين في نفس الوقت طبع فيه تدرق لكن ما فيش في نفس الوقت يعني يبقى له مديرين في نفس الوقت ما فيش لا يقدر أحد أن يخدم سيدي ويوضحنا ببساطة جداً إما يبغض الواحد أو يحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر الحكاية دي أشكايا بسميه أحد الاختيار ويوضحها بصورة أجمل لما يقول لا تقدرون أن تخدموا الله والمال ومن هنا يأتي السؤال أي سيد تختار من السيد بتاعك من السيدة لا تختاره قدامك اختياري اللقاء التالتة في قرب نهاية الإصحاح الإصحاح اللي هو السادس في عدد 34 يقول لا تهتموا للغد تهتموا هنا مش الاهتمام يعني بمعنى آخر لا تحملوا هماً للغد في واحد كده يبقى الآن بكرة يبقى إيه والأسبوع الجاه يبقى إيه والسنة الجاه يبقى إيه بعد ما بيعطي أمثلة كتيرة وإن الطيور ما بتفكرش ما بتفكرش هتاكل إيه وهتلبس إيه وهتروح فين وهتمنين وبتتولد وبتكبر وتبقى مكسية وفي الصيف تبقى عرفة طريقها وفي الشتاء عرفة طريقها وفي البرد ويكلمنا على حاجة مهمة جدا عن عشب البحر عشب الحقل وبعدين وفي الأخير أليس بالحرية جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان خد بالك مبدأ الأولاني حيث يكون كنزك يكون هناك قلبك المبدأ الثاني أليس بالحرية جدا يلبسكم الله أنتم يا قليل إيمان أه يعني الموضوع متعلق بإيمان الإنسان لا تهتموا للغد الغد بتعرف بنا مرة قريت عبارة كده لطيفة يقولك إيه الغد يوجدها الله ويصنعه الإنسان يعني بحسب سلوكك وحسب تصرفاتك هيكون شكل الغد إيه هذه اللقات السلاسة بتحطها كنيسة قدامنا وإحنا لسه في الحد الأول الحد الأول ده أسبوع الاستعداد اللي بعطيها هنبتدي صوم الأربعين المقدسة لكن نرجع للسؤال اللي بتقدمه كنيسة قدامنا وبتقول لنا هتختار أنهي سيد يعني إيه يعني من هو المتحكم فيك اوقعوا تفكروا إن المسيحية ضد الغنى ضد وجود أموال أبدا بالعكس ده واحد زي إبراهيم أبو الأباء كان من الأغنياء واحد زي الأنبى أنتونيوس أب جميع الرهبان كانت أسرته من الأسر الغنية لا الغنى ده نعمة من عند ربان المال له سحره وبريقه حتى في التعبير المصرية فيه تعبير غريب كده قولك فلن ده مبسوط مش كده برضه مبسوط يعني مش مش يتحك مبسوط يعني مرتاح ماليا عنده شوية مبسوط والمال له فوائد عديدة عندما يستغل حسنا والمال يعطي إمكانيات واسعة في أماكن كتير أقدر بالمالدة أبني مستشفى وأقدر بالمالدة أعمل مدرسة وأعمل جامعة وأعمل كلية أعمل طرق أعمل حاجات كتيرة مفيدة وعلى المستوى الفردي برضه ممكن أكل أكل يكون متوازن كويس كن صحة الإنسان كويس كل ده حلوه لكن المال أيضا له قصوره ومحدوديته أو أعتذن أن المالدة قوة لا نهائية لا قصوره ومحدوديته يعني مثلا في ناس ربنا أحفظكم جميعا يعانوا من مرض أنهم يعرفوا شي ناموا بالليل يعرفش نام بالليل يبقى عنده نعم القلاء ونعم التوتر ونعم الهم مفيش نوم والإنسان ما يقدرش يعيش من غير نوم أكتر من يومين طب ده بقى بيتعذب كل ليلة طيب الإنسان ده عنده فلوس كتير أشترى سرير من دهب لكن ما يقدرش يشتري النوم أو راحت البال مش كده برضو طيب الله بيعطينا جميعا الصح والإنسان من خلال المال ممكن يشتري دوة يكون محتاجه لكن المال لا يمنح صحة للإنسان مش عشان معي كتير ولا قليل تبقى صحتي كويسة ولا وحشة مثلا المال مع الإنسان يمكن أن يشتري بيت أو سكن حلو لكن ما يقدرش يشتري السلام اللي جوه البيت مش كده يعني ممكن لوحد عايش في أصر لكن ما فيه السلام في الأصر ده كلكم حفظين الآية الجميلة اللي تناسب الصوم لقمة يابسة ومعها سلام خير بيت ملقان زبائح وفيه خصاة هو يعني واحد عايش في أصر ومسلا هو وهي متخصبين الحياة دي تكون زي الليت النعم في حياة الإنسان كثيرة إحدى هذه النعم المال سواء كثير أو أليل لكن أي سيد هتختاره هل المال هو سيدك أم عبدك طب هل المال هو هدف هدفك ولا هو مجرد وسيلة اللي السيلة دي عشان تختار طب هل المال هو جشع طمع ولا شبع تشبع اللي وين كان لن أقوط وكس وفنك تفي بهم زي ما بعلمنا بولوس الرسول هل المال هو استقامة يعني افرد وياي أرشين هل أنا مستقيم في استخدامهم وهل هو أعوجاك مرة كنت في بلد من البلاد وبسأل بلد عربية يعني وبسأل هو يعني أنت بتاخد كم في الأسبوع بقبضوا هناك بالأسبوع قال لي باخد قد كده قلت له يعني بتعمل بيهم قال لي يوم السبت والحد الويك اند بتاعنا بروح أشيري بيهم كحليات واطلع تفسح أنا وصحابي وخلاص ويوم لتنين أبتدي اشتغلتين ايه الحياة ده هي ايه تشبع الإنسان ازاي ولذلك إنسان هذا الزمان يعاني من فراغ زي ما تقوله فراغ جواه زي طبلة كبيرة لكن فضية من جوا فضية ما فيش اي ما فيش اي احساس ولا اي شبع ولا اي اهتمام داخله هفكركم بمثل مشهور قوي وبقصة وقعية في الكتاب المقدس عندما مات لعازر وكان أخته الاتنين مرسى ومريم بالسانين بقى المعلم يجي عشان يصحلهم يشوفوا المريض ده واللي مات مرسى رايحة وجاية ومهتمية وبتطلع وبتنزل ومريم عند رجليه قاعدة عند رجليه المسيح فقال لها عبارة جميلة قوي لها مرسى مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد إلى شخص المسيح اللي نجحت فيه ماريا طب يعني ست مرسة دي ما تخدمش الناس والناس اللي جايين يعزوا ولا تقدم لهم قهوة ولا تقدم لهم طعام ولا حاجة قال لا تعمل حاجات ده هي بسا عملها بعقل وتخلي آخرين يشتغلوا وياها ويقدموا الحاجة دي ومتبقاش هي مجغولة جدا بهذه الضعفات مرسة أنت تهتمين وتطريبين لأجد أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد عايزك تعرف أن هناك فقراء في المال ولكنهم في نفس الوقت أغنياء في الإيمان مش شرط طبعا مش هنقول الفقر مرتبط بالإيمان مش هنقول وإذا كان الإنسان يبقى عنده إيمان كبير لازم يبقى فقير خالص لكن الأمثلة في الكتاب المقدس بتشرح لنا كده كلكم بتفتكروا ويايا الغني والعازر الغني الذي كان يتمتع بحاجات كتيرة والعازر الغلبان على باب البيت ولا باب المكان اللي عايش فيه الغني أصر ولا أي حاجة مش لقى حتى حد يطببه فتقوم الكلاب تكون أقصر رقفة من الإنسان وتستخدم لسانها علشان تمسح بعض الجروح بتاعته قصوة القصوة أحد مشكلات امتلاك المال عند البعض طبعا هو قصوة القلب قلب القاسي وطبعا فيه ناس أغنياء وعندهم يعني حاجات كتيرة خارج لكن ليس عندهم قصوة عندهم الرحمة متضفقة هناك فقراء في المال وأغنياء في الإيمان زي الغني والعازر وهناك أغنياء في المال وأغبياء في السلوك وطبعا كلمة أغنياء وكلمة أغبياء يعني زي بعض بس تغير النقط أغبياء في السلوك هنروح بعيد لي الغني الغبي الغني الغبي اللي كان عنده وربنا بيديله كمان وكمان وفي كل سنة وكل مرة لغاية ما جاء في يوم يعني قال ايه بقى يعني الشبع الكبير ده يلا أهدم بخازني وقل لنفسي كلي وشبعي وشربي أمامك سنين كتيرة أمامك أمامك خير كتير لأزمنا كثيرة وبعدين يقول لنا الكتاب اليوم تأخذ نفسك منك شيء صعب شيء لازم الوحد ينتبه له السيام يا إخوتي الأحباء عشان ينبه الإنسان لما يقوله الكتاب والصدق الذي في كل كلمة والاتجاه الحسن فيها في كل وصية الغني الغبي كان غبي في سلوكه رغم المال بتاعه يمكن تتذكروا معي داود النبي داود النبي دا كان ملك وكان شاعر وكان رئيس الجيش في بلده وكان 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 وبيكتب مزامير وبيألف موسيقى وكان راعي كل الحاجات دي حلوة لكن وقف هذا الملك العظيم وقال كده أعطيت سروراً لقلبي أوفر من الذين كسرت حنتتهم وخمرهم وزيتهم حنتتهم يعني الأمح خمرهم يعني العنب زيتهم يعني الزيتون دي محصيل فعنده أرض بتتزرع ناس عندها أرض ناس أغنياء عندهم أرض أرض دي بتطلع أمح كتير وبتطلع عينب كتير وبتطلع زيتون كتير وطبعاً لن يبقى المحصود وفير الناس بتبقى فرحانة أما داود فقال له كده أعطيت سروراً لقلبي يعني أنت يا رب صاحب السعادة اللي ممكن توجدها فيي أنت صاحب السعادة اللي ممكن أكون أنا فيها اللي ممكن أكون فرحان بيها الصورة الجميلة دهيت بتخلينا باستمرار نحط قدامنا فضائل مرتبطة باستخدام المال الذي في يدك قليل أو كثير فضيلة الشكر فليست موهبة بلا زيادة إلا التي بلا شكر فضيلة الرضا الرضا وفضيلة القناعة إنسان القنوع وفضيلة الرحمة وفضيلة التدبير الحسن ما فيه واحد بيستخدم فلوسه خطأ كل هذه الفضائل مرتبطة بالمال كوزنة من الله إزاي تستخدم وحين واحد يقعد يشكي قلة الحال وضعف الحال كويس لكن إنت فكرت في حياتك إزاي تكون مدبر حسن مدبر شاطر إزاي بتفكر حتى في النور اللي بتستخدمه في الطاقة اللي بتستخدمها في المية اللي بتستخدمها في التليفونات التليفونات والاستخدامات الكتير بتاعتها واحد يستخدم تليفون عمال على بطار فده وهو ده مش بفلوس وهكذا أو حتى الدخول على النت وإن الواحد يقضي وقت طويل كده كل هذه لا تليق مع الصوم الصوم أنت وربنا أنت عايش ويا أنت بتتمتع بي ولذلك يا إخوتي في يوم أحد الرفاع حد الماضي قال لنا في الإنجيل نفس الإصحاح إصحاح 6 ادخل إلى مخدعك واغلق بابك ده وصية اوعى تظن أن هذا كلام حسن كلام حل وخلاص المسيحية ما تعرفش الكلام كده الوصية يعني وصية التوجيه والنصيحة الكتابية يعني توجيه ونصيحة كتابية موجهة لك شخصيا وانت مسؤول عنه ادخل إلى مخدعك ادخل قلبك تفتش أعرف فيه إيه ده القلب ده في يوم الأهم هتقدمه لله واغلق بابك الباب يعني الفم في معرض الحديث في الحتة ده بيكلم عن الصلاة يعني أتعجب على إنسان يصليه جنبيه الموبايل كل شويه يضرب كل شويه يجيله رنت رسالة صلاة إيه بقى أتعجب على إيه يبقى مجغول قوي بالموضوع ده في كل حتة طب وبعدين أمل الله الذي أعطاك الحياة وكل هذه النعم واجعلك تأتي إلى هذه الساعة المقدسة ما يكفيش إنك تديله بضع دقائق من وقتك السمين اللي هو صاحبه عايز أقولك تدريب أخير رتب يومك ليكون الله له الأولوية حط ده شعار وياك مع فترة الصوم ودايما الإنسان اللي بيعود نفسه لمدة أربعين يوم في عادات مقدسة هتستمر وياه استغل بقى الفرصة رتب يومك ليكون الله له الأولوية في كلامك في أفعالك في التصرفاتك في سلوكياتك في وقتك وقتك امنح الله شوف الكلمة صعبة إزاي امنح الله يعني أنت اللي هتعطي الله من وقتك بقى هو عطيك الوقت وعطيك العمر وعطيك اليوم وعطيك الأربع وعشرين ساعة أنت من فضلك امنحه قليلا هو ده الصوم هو ليه بنصوم انقطاعي انقطاعه وعايزين ناكله ومحتاجين للأكل سواء للشغل ولا للدراسة ولا للصفر ليه ده كل لك عشان الإنسان ينتبه لنفسه يفوق فوق لنفسك فاعطي امنح الله وقتا وفيرا والأولوية في كل ما تصنعه في كل يوم ليكون هذا الصوم صوم مقدس وصوم يملك بالبركة فعلا وصوم يغيرك يغيرك روحيا ويخليك ملتفت إلى نفسك اعلم أيها الحبيب أن لك نفسا واحدة إذا خسرتها فقد خسرت كل الأشياء يعطينا المسيح أن تكون حياتنا مرضية أمامه إلى النفس الأخير له كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبا تأمين ترجمة نانسي قنقر